ننشر يا جماعة الثقافة دي ننشرها ان احنا ما نعودش نحبت الناس يا ام بقى انت يعني هتعمل ايه هو انت فاضي للكلام ده هو انت فاضي يا للي ما عرفش ايه وعلى فكرة الكلام ده بقى مش للبنات بس الكلام ده كمان للشباب الشاب اللي قاعد بيقولك مش لقي شغل وقصو انت مش لازم هتنزل تدور على شغل هتلاقي شغل تاني يوم وكم يعني ما شاء الله احنا عندنا الناس اللي بيزيد بطريقة مخيفة فاللي هو اكيد مش كل يوم كل الجيل اللي بتخرج ده يلاقي شغله تاني يوم كل الجيل ده ما غزبن عننا مفيش ساعة فين الشركات اللي تساعي كل الحاجات دي لكن خلاص بقى زمن الانلاين مش بس احنا بنتكلم في ستات شكلها حلوة ورجالة هو ده اللي احنا مسكين الموبايل طولي ليله النهار واغاني وفيديوهات لا بقى زمن الشغل واحمده ربنا بقت فرصة ان احنا معانا حاجة موبايل خلينا اشتغل عليه موبايل لا بنزل ولا بتمرمت في الموصلات ولا 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 فاللي هو اونلاين زمن الانلاين خلينا بقى ما نضيعش وقت ونعرف ازاي ادخل اخو التمويل النقطة المهمة بقى الفلوس ازاي اخد الفلوس ازاي اخد قرد ازاي امو المشروع هيكون معانا بعد ثواني الاستاذة صحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتنمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات هنعرف منها اكتر ازاي الجهاز بيساعد الستات ان يكون ليهم مشاريعهم الخاصة وهنتعرف كمان على تجارب الستات اللي قدروا يفكروا ويلقوا فرصة للشغل ويساعدوا بيها نفسهم وولادهم وجزها وبيتها والمجتمع كمان اللي يعيش فيه اشتركوا في القناة